مساء الانوار هالحالة جدا خرافي معقول يكون تريند بنشوف مكونات وبسيطة مجد في كل بيت ومناسب للحفلات والكشتات واستخدمت فيها البسكوت تريند لانه قوامه خطير ونبدأ وصفتنا حبدأ هون استخدم نتر من حليب السائل اكاقل دسم او كامل دسم راح اضيف له 3 ارباع من كوب من النشا البودرة اللي هي تعالل ثمن ملاعق كبيرة ثلث كوب من السكر الابيض في نفس الكوب المعيالي او اي كوب منزلي المهم في نفس الكوب راح اضيف لهم هون هدا عندي سكر او فانيلا بالميستيكا طعمتها جدا طيبية موجودة في كل المحلات او اغلبها باستخدم انها ربع ملعقة صغيرة في حال مش متوفري باستخدم فانيلا فقط راح اضيف هون كمان كمان نكات اختيارية ملعقة صغيرة من ماء الزهر وملعقة صغيرة من ماء الورد انا حب هالحالة يكون منكة شرقية فاضفت هاي نكات فانت ممكن تستغني عنها اذا ما بتحب تستخدم فقط الفانيلا اختياريه بس جاربيها هتعطيك طعام روعة بخلط هاي المكونات على البارد كلها تحت التمازج وبعد هك بجهز اكوابي باستخدم بسكوت الكاتكات الاصفر او الازرق الموجود عندك واثنين طعمهم طيب راح اقطع كل قطعة بسكوت لثلاث قطع في حال استخدمت اكواب هاي الصغيرة اساس كل قطعة تناسب الكوب والاكواب هاي متوفرة في كل مكان اسعارها جدا رمزية وقليلة شايفين كيف ايجاد القطعة تماما مناسبة في حال ما استخدمت الاكواب استخدمت الصينية ممكن تحطي قطعة البسكوت مثل ما هي بوزعها بهاي الطريقة وليش استخدمت هذا البسكوت لانه قوامه مثل الباف بستري او البقلاوة ويجدا بتشرب السوائل وبيعطي طعم طيب فممكن تستبروا البسكوت ثاني عادي ايشي متوفر عندكم او كيك بس انا حبيد استخدم هالبسكوت لانه عجبني قوامه بعد هون ببتجهز خلطة المهلبية اللي عملناها بالاول اللي هي من حليب ونشا ومنكهات بحطها على النار على نار هذه لمدة خمس دقائق مع التحريك المستمر حتى يتكاثر قوامه بتصير بهذا القوام هيك بصير ممتازة اعطول البط في النار وهي سخنة اعطول بوزعها بالاكواب ما بديها تجمد ابدا بها الطريقة بعد التوزيع مباشر بضرب اللي صحون هيك ضربات خفيفة اساسها فرغ منها الهواء وصير قوامها مستوي وابدا بالتزين على الوجه هون عندي مفتات البسكوت اكيد بتفتت معي حزين فيه على الوجه هاي حكون زينة تقليدية وحزينها عندك باللوز المطحون بالفزق الحالي المطحون بجوز الهين بالورد المحمدي هاي الزينة التقليدية يعني هاي تعتبر زيك اكواب البقلاء وبالمها اللبية هون كمان اعملت هنا بصوص البستاشو زينت الوجه اللي هو الفزق الحالبي موجود جاهز سخنته بمايكروويب وزينته كمان كمان بزربة اللوتس كمان زينت ما تتخيلوا هالخلطة شو طرع الطيب ان كانت متوفرة عندك زيني فيها وهي قد جهزت اكوابي تخيلك تخديها على رحلة عكشتة على مناسبة حفلة كثير روعة وطعمها ما احكي لكم خرافي وبتستهل الوصفة تكون تريند ويلا طلعوها بل كي صارت تريند واهلا وسهلا فيكم نورتونه نورتوا قناتي وترقب وصفات جدا مميزة وحلوة